نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة المسابقة الدولية لجمال السلوق العربي التي يقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد وبتنظيم من اللجنة المنظمة لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن الرياضات الموروث الشعبي تحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى حيث أن دعم واهتمام جلالته أثرى هذه الرياضات التي أصبحت ذات طابع خاص في مملكة البحرين ولها شعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم بعد أن شهدت المسابقات نجاحات كبيرة عكست الصورة المشرقة لتطور هذه الرياضات وأوضح سموه أن المسابقة الدولية لجمال السلوق العربي عكست الصورة المشرقة لرياضات الموروث الشعبي في مملكة البحرين خاصة أن المشاركة كانت واسعة وكبيرة من ملاك من داخل مملكة البحرين وخارجها حيث أن وصول المشاركين لأكثر من 120 مشاركا من مختلف الجنسيات يؤكد نجاح الكبير الذي شهدته المسابقة وأشاد سموه بالتنظيم المميز من اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود حيث أكد سموه أن هذا التنظيم يدل على أن مملكة البحرين غنية بالكفاءات الوطنية القديرة التي تساهم دائما بنجاح في كافة المسابقات والبطولات الدولية والعالمية التي تستضيفها المملكة الغالية مثنيا سموه على عطاء كافة اللجان العاملة وحرصهم على ظهار المسابقة بأفضل صورة تنظيمية وهن سموه الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات التي شهدت المسابقة الدولية مؤكدا أن الجميع فائز في هذا التجمع الكبير الذي شهدته المملكة هذا وتفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة ترجمة نانسي قنقر